السلام عليكم فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد أهلا بكم متابعين الكرام أولا فقط أطلق المجلس الوطني المستقل للأئمة أطلق عارض التوقيعات لعودة الدروس في المساجد ورفع تعليق التعليم القرآني وكذا فتح بيوت الوضوء كما دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة الوزارة الوصية أن تتحرك وتستجيب لمضمون العريضة وفي نفس السياق فقد أفادت العديد من المصادر الإخبارية إلى أن وزارة الشؤون الدينية تلتجئ إلى الموافقة على هذه المطالب وتعلن العودة للدروس في المساجد إضافة إلى إلغاء تباعد ورفع تعليق التعليم القرآني وكذا فتح بيوت الوضوء بعد تلقيها الضوء الأخضر من طرف اللجنة العلمية وباعتقاد أن هذا الأمر مرتبط بمدى تقدم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وأيضا نوفيكم بآخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الجزائر وهذا إلى غاية يوم السبت الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الفين وعشرون وكحاصلة أولية في حدود الساعة الثانية عشر صباحا وحسب مصادر استشفائية فقد تم إحصاء 139 إصابة مؤكدة جديدة إضافة إلى 95 حالة تماثلت لشفاء ومغادرتهم المستشفيات والحمد لله وكذا تجهيز 6 حالات وفاة رحمهم الله وسنوفيكم بالحاصلة النهائية والرسمية بعد الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة الجزائرية دمتم في راية الله وحفظه